بسم الله الرحمن الرحيم كل عام توب خير عزائز الطلبة سنة عيدة ان شاء الله عليكم مثل ما انه شرحنا بالمحاضرة السابقة على عرب التخذير اليوم اهم جزء من عرب التخذير هو الباتر جيج الباتر جيج هو شو الله وشنو عمله هذا البراجر البراجر جيج سنجر البراجر في السيلندر أو البابلعين طبعا هو مقياس هي قيسة الضغط الموجود في السيلندر والمركزي هذا البراجر جيج طبعا هو موجود موجود بالمدكال جازز الي هي بالعرب التخذير اللي هي موجودة اوكسجين ونانترس اوكسايد والمدكال اير طبعا هو موجود بمقدمة عرب التخذير اذا انتم لاحظي وتحتوي بعض العربات الحديثة على ديجيتال هذا لاحظها بالعربات المودرن طبعا هذا في قيسة هو ديجيتال هو قيسة الشاشة الرقمية بكونة لضغط هذا بصورة عامة على تعريف بصيط عن البراجر جيج شين مكوناتها الكمبولان مكونات البجر جيج يكون من الامبوب قوي ممرن وملفوف بيضوي في المقطع العربي ويجب أن يكون قادر على تحمل للضغط العالي المفاجئ عند التشغيل ثانيا الامبوب المحكم يكون محكم الاغلاق من نهاية هو الداخلية ومتصل بابرة اتحاذك فوق قرص المؤشر طبعا هاي هاي الابرة اللي بحنا نشاهدها هي اللي احنا نتميها المؤشر بوينتر والنغة الثالثة طبعا بالآخر من الامبوب يكون معرض لل ال هاي ال الكونات البرجر ال Gallage اما المكانيزم of Action المكانيزم of Action هو طبعا The high pressure gas crosses the tube to unpoil bottom gauge طبعا المكانيزم هو المراجر من الراز العالي رح هي حسب لفي فك في فك الامبوب يعني سمي بودر مجيج اللي هو مقياس بودر ثانيا حركة الامبوب حيسبب لي حيسبب لي حركة الامبوب اللي هو المؤشر يعني حركة الامبوب الموجود بالبجر جيج رح يسبب لي في حركة المؤشر وبالتالي رح يحذك لي سبب لي الحراف المؤشر على القرص حتى نعرفش قدر المعايد إشارة على الضغط الموجود طبعا كل كل بجر جيج هو الى هذا الكلور كوديد حتى افرق بين غاز وغاز حتى انه امي انه ارف هذا اما اكسجين او اير او اكسجايد وحتى يختلف في الكلابرات يعني انه اعير حتى انه اقدر انه افرق بين غاز وغاز الموجود طبعا لكل لكل بجر جيج تصميم خاص به يكون انه يختلف عن اختلف عن مثلا البابلاين اختلف عن السيلندر والاكثر صحية هذا انه يقول لي انه حتى ما يسبب لي حتى انه يكون دقة في القراءة ويكون انه حتى ما يسبب لي دامج طبعا لجر جيج النقطة التي صارت اللي هي انه الملفوف التيوب الملفوف راح يكون اه يعني اذا اصار بي رتشار راح يكون الغاز راح يكون في يظهر في الفتحات القائمة من جدء الخفي من الغلاف من القياس فلازم نحن انه انعاج هذه هاي المشكلة اذا السبب منه ربتشار لل التيوب التيوب الملفوف هاي طبعا الهام شرح لل برجر جيج اذا لاحظ انه هذا المخطط يانه يبين لك شون يمر الغاز اما من السلندر او من المركز اه وبعنين شون اذا يمر اذا كنه اوتو سبلاي فيلر الام هاليش اذا انه اوتو سبلاي فيلر الام يعني اذا انه اكسين ماكو راح يسب لي بالجهاز راح يسب لي الارم اذا التقى الغاز هحط ك هومورك اللي يقدر انه يشرح لهذا المخطط بالتفصيل هيكون الى درجة كنشاط شاومي وشكرا جزيلا